مئات القرارات الجمهورية لشغل وظائف قيادية عليا في جهاز الدولة المشلول منذ الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في سبتمبر عام 2014 قرارات بتعيين في مناصب قيادية بشكل مخالف للدستور وقانون الخدمة المدنية اقارب من الدرجة الاولى يشغلون مناصب قيادية عليا فالاب وزير والزوجة وكيلة للوزارة والابناء وكلاء لوزارات اخرى واخرون مدراء لمكاتب ابائهم وجميع تلك القرارات ممهورة بختم الرئاسة وتم تمريرها عبر مكتب رئاسة الجمهورية وفي احيان كثيرة دون الحصول على فتوى من وزارة الشؤون القانونية احتلت وزارة الخارجية قائمة الوزارات التي تم التوظيف فيها للملحقين والسفراء ومدراء الادارات بشكل مخالف للقانون واستحوذت احزاب سياسية بعينها على عدد من المناصب القيادية في الوزارات في اطار المحاصصة الحزبية لم يقتصر الموضوع على السلك الدبلوماسي بل تعداه الى السلك العسكري حيث تم تقييد الاف الاسماء الوهمية وصرفت رتب عسكرية عليا لمجندين جدد واخرين لم يعرفوا يوما للجبهات ولم يلتحقوا بالكليات العسكرية حتى في السلطة المحلية كانت هناك قرارات لمتنفذين عينوا اقاربهم مدراء لعدد من الوزارات والمصالح الايرادية بعيدا عن سلطة وزارة الادارة المحلية او الشؤون القانونية مشكلة التعينات العائلية كشفت عن مدى الفساد المسيطر على اداء النخب السياسية باختلاف اطيافها وتزاحمها على تحقيق مصالحها الفردية بعيدا عن مصلحة البلاد التي تمر باخطر مرحلة في تاريخها موسيقى 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 شكرا